بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أيها الحضور الكريم السلام عليكم ورحمة الله وبادلكم المشاعر نفسها فأقول لفضلة الشيخ عبد الرحمن ولفضلة الشيخ إمام المسجد ولجميع الحضور أسأل الله أن يرفع أقداركم جميعا في عليين وأن يرعاكم جميعا بحسن رعايته عنوان الدرس المعلن عنه الإنسان في القرآن أمذان ذي القرآن أمذان ذي القرآن أمذان بنادم إنسان سبحان الله قدر الله أن يكون أفضل الموجودات بين الجمادات والنباتات والطيور والحيوانات يأتي هذا الإنسان المكرم من أرقى الموجودات سيد يا ربي يخطى رمذان يكفت خلقه يلوزرون الجمادات التراب الجماد الحجر هذا من خلق الله لربي دي خلقنا زرون دي خلقنا أخير دي خلقنا ولكن سبحان الله يلويني فضل في اللاس ذي شوث الأشجار والنباتات أمذ التجور لحشيش طبعا هذه الأشجار والنباتات لها من خصائص ما يميزها عن الجمادات لحشيش عنده الألوان هذا زيزة وكذا إلى آخير ينمو خاصية النمو لحجر لا خاطر لو كان الحجر ينمو لحجر ولا البريكة لدرناها هنا لو كان تكبر لا تخرج ما لحيط ولكن سبحان الله كل شيء بحكمة يعني هذا من النظر من التأمل في مخلوقات الله سبحانه وتعالى إذن النباتات الأشجار والنباتات أرقى من الأحجار وتراب بما لهم من خصائص تميزها عن غيرها يلا نطلعوا شوية القوة الطيور الحيوانات سبحان الله عندها خصائص لا نجدها لا في الجماد ولا في النبات أم بعد الدنف التجور الله يبارك بسم الله ما شاء الله الدنف لذيور في قد أكي مرة ذين دخل القرب سبحانه عز وجل لا إذن لا نجدها لا في الأحجار ولا في النباتات ولكن نجدها فقط عندها هذه الطيور والحيوانات إلى غير ذلك ويأتي ويأتي الإنسان بنادم يكرمث ربي سبحانه يفضلث ربي سبحانه فينك يخلق ذي الدون وربي قال في صورة الإسراء الآية التاسعة آية سبعين من صورة الإسراء ولقد كرمنا بني آدم كرمة الإنسان في آدميته أمذان أم يتسذير ما يموت مكرم على أحنا واحد يموت نكرموه ندفنوه والدفن نعمة كبرى متى تدرك حينما نعلم أن هناك أناسا للأسف يحرقهم لن يمذانا من موثنة صرغان ذي نقدان دونيث الصرغان بعده يدونك داخل إبريق يتحول إلى حفن من الطراب هو يوصي يقول أنا كين موت يحرقوني ديروني في صالو هكذا داخل الطاس ديروني داخل في الكلور ديروني في الجبل وينما في نعيش وهذا هو الإنسان لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم نكوني يكرم شوف يغسل زيد يكفن يكفن تصر زيد يدفن وقبل الدفن يصلى عليه صلاة الجنازة وما يرافقها من دعاء هو بعدين يدفن دفنه تكريم الله ولو ولو ظهرت عظامه بعد سنوات يمنع العدوان عليها لحديث النبي عليه الصلاة والسلام كسر عظم الميت ككسره حيا هذا التكريم لا نجده إلا في الوحي الطاهر ألا ذي القرآن إيديوسا نغيديفان التكريم كيف الإنسان لذلك العنوان الكبير ولقد كرمنا بني آدم نروح آية أخرى في سورة الإنسان كين سورة كاملة اسمها سورة الإنسان في ترتيبها المصحفي رقم ستة وسبعين رقم ستة وسبعين يخي كان مية وابعتاشن سورة كتوصل للسورة رقم ستة وسبعين أداف الصورة اسمها الإنسان والله يا أخوتي نوحد ربي يعني كيف سورة كاملة اسمها الإنسان ذي بنادم وكيف شبدأت هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا الآية الأولى الآية الأولى سجد لا يثم زورة لا يثم زورة هل هنا كما يقول سي باويه وغيره من أهل اللغة معنى أداة تقرير وتحقيق الاستفهام هنا للتحقيق والتقرير معنى هل هنا معنىها قد هل أتى على الإنسان المعنى يس قد أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا خطر هل أداة استفهام بعد نظهل معنىها تسأل ربي سبحانه لا يسأل لأنه كل شيء في علمه محيط علمه محيط ولكن هل هنا في اللغة تفيد قد إذن تفيد التقرير تفيد التحقيق تفيد الإثبات قد هنا هل معنىها قد تفيد التقرير تفيد التحقيق تفيد الإثبات قد أتى على الإنسان يحيي من الدهر لم يكن شيئا مذكورا سهلا الدهر طبعا يقصد به الزمن الطويل أو الوقت الطويل نكنثورا أي واحد ولد في 1950 نقول له أنت في 1940 ماك موجود من 1949 ولا شيء كل يوم دينغ أذي والي أذي خزر ما الميد ديلول وهي الول فتسعمائة وستين فتسعمائة وثمانين فتسعمائة وارفعين وغير كان نردفير أتسعمائة وارفعين أتسعمائة وارفعين نتسعمائة وارفعين نكوننا في العدم كنا عدما وبعدنا ربي سبحانه أخرجنا من العدم هذا البروز من العدم إلى عالم الموجودات إلى الحياة لا يقدر على ذلك إلا الخالق جل جلاله ألا ربي إكزمر أدي خلق من العدم من غير مثال سابق من غير مثال سابق هذه المسألة مهمة جدا أنه إكزمر الشيء سوى ربي سبحانه حتى الشيء الذي يسموه الآن لكل ناج الاستنساخ في عالم الحيوان والطيور وكذا حتى حوله حتى مع الإنسان هذا استنساخ بعد اكتشف لديان وكذا والبطاقة الوراثية والحامض النووي وغيرها الإنسان بلا حدود العلوم بلا حدود ظهرت شهية كبيرة لدى الكثير من الباحثين ينظرون هل يمكن نديروا فوتوكوبي من الإنسان فوتوكوبي بلديان حتى لو كان يديروا بلديان لديان أربي اللي يخلقها المعنى لكل ناج نقول استنساخ الخلق من القادر عليه هو الله جل جلاله أربي سبحانه أدي يخلق فقط هل أتى على الإنسان يحيون من دهر لم يكن شيء مذكور وكام من العلماء يقول لك المفسرين الذكر هنا معناه شرف وكذا ولكن يمكن الجمع بين هذه المعاني بين المعنيين إذن هذا هو الإنسان لو لشا نغ بعد نسدر الدني وسيأتي يوم سنودع هذه الحياة سبحان الله يقول لك الإنسان كيموت أول ما يسقط اسمه الإنسان عنده اسم هذا اسم مصطفى هذا اسم عبد الرحمن هذا اسم علي هذا اسم عمر إلى آخره هو كيموت ما زال مدفن ناشا قلوا جيبوا المرحم نصلوا على المرحم جيبوا الجنازة خلاص ولا لا لا كشو واحد يقول جيب عمر نصلوا عليه عموما ما يقول شاك جيب الجنازة المرحم نصلي صلاة الجنازة خلاص الاسم انتاعه اراح اسم غابس الدنيث وسبحان الله وحياتنا قصيرة ولو طالت والله يا أخوتي الانسان ما سيعيش يعيش قرن مو لا شيء الزمن يمر خصة الآن في هذا الزمان ما شمزيه زيه الوقف يسعى السر زيه يتعيشين مديني في اللحن يثثرين إلى السر ايه بشيك فوغور ناس غواز سمينة كان دور غزيفة اثورة ثورة تشفى مئون وقت سنقار لان دون ميل كنا ننتظر سنة الفين ايه عصر رحت الفين ورن الفين وثلاثة وعشرين رن في شهر تمر من خصائص الزمن انه سريع الزوال عبر الغصور ولكن الان هذه الصفة بارزة للعيان يتزل الوقف تفذى سمينة كفا يفذى وقوري كفا يفذى وسي كفا اقرأ طول السنة الهجرية الف رفا مئة وخمسا ورفعين اجمعت الخير ماشي ذايني سهلا يتزل الوقف المعنى يسا 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 دار القرار الحياة الابدية ليست في دار الدنيا الحياة الابدية رحلة الخلود تبدأ من الوفاة الحياة الابدية تفذو سلموث ويلي مدي نار بالقرآن صورة الملك الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم ايكم احسن عملا بعد الابتلا اقلق الابتلا قاعدة ذهبية في فهم القضاء والقدر ربنا يجربنا بما يشاء يبتلنا بما يشاء لا بما نشاء لا احد مننا يملك بطاقة الرغبات مع الله الابتلاك سورة البقرة الآية مية وخمسة وخمسين والآية مية وستة وخمسين يناد وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِنَ الْخَوْفِ ماذا يتصل الخوف؟ بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات بعد يناد وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ سبحان الله رَبِّي صَرَبِينَ حَوَاجِ الصُّبَرِ الصُّبَر ذا حبيبٌ رَبِّينَ إِنَدْ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّ لِلَّهِ وَإِنَّ إِلِيْهِ رَاجِعُونَ ذا هذا فرق حدث سنة الآياث وصفة طبية وصفة طبية ما أحواجنا إلى أن نتمسك بالصبر خاصة عند النوائب عند الهموم عند المصائب ربنا حينما قال هذه الآية الآيتين سورة البقرة بعد ذا شو دينا سورة النظم سورة زمر مثلا الآية العاشرة إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب هذه الآية عجيبة خطر الإنسان الذي يجعله مصيبة وكذا كان الربح لا يتقلقش يقول له على بلك الشركة حققت رقم أعمال شفر ضافر الله الله يدير سجود الساوي يحمد ربي الحمد لله الصحة جيدة ويدير بيلان عند الأطباء يقول الحمد لله ما عندك ولو يا رأس الحمد لله الصحة جيدة زيد كل شيء ولكن إذا كان النتيجة محزنة والله هنا الامتحان وهنا الطمحيص لذلك ربنا عز وجل زرع فينا الأمل دقاط في الصبر يناد إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب سيدنا يعقوب سيدنا أيوب أنزور دي سيدنا أيوب خطر كلما ذكر أيوب إلا وقرن به الصبر إخنقار صبر سيدنا أيوب أتقارا أغير أغير زقار بي الصبر سيدنا أيوب أيوب ربي يحكي عليه مثلا في صورة صاد الآية 44 ترى فاش قال ربي إنا وجدناه صابرا شوف سبحان الله أربا دي قار سيدنا أيوب يجر فيه سيد يا ربي سوين يجر فيه ربي إنا وجدناه صابرا سيدنا اسماعيل إما دي سان ميسي نفا فسور جاء زرم ثم شهود ثير جيث سيدنا براهيم إنا سيا أبا تفعل ما تمر ستجدون يا إن شاء الله من الصابرين من الصابرين سورة الصافات الآية 102 سورة الصافات الآية 102 سيدنا يعقوب كي جاء أولاده وقالوا ليوسف كلاهذيب لو كان قالوا يوسف ضاع يطمعوا بلا كي يلقاوه ولا لا لا كي يقول لك فلان مفقود كين الأمل بلي يلقاوه هاو أولاده قالوا له يوسف كلاهذيب يوسف قارنستقفاليث الرسطفلاتيول يرقس يرطفلاتيوليس يرقذ ييس الآية وجاءوا أباهم عشاء أن يبكون سرون دليل قالوا يا أبانا إنا ذهبنا حكوا التفاصيل نستبقوا وطركنا يوسف عندما تاعنا فأكله الذب اتشاثيو الشن وما أنت بمؤمن لنا ولو كنا صادقين وجاءوا على قميصه بدم كذب الآية 18 من صورة يوسف قال بل سولت لكم أنفسكم أمرا فصبر جميل فصبر جميل والله المستعان على ما تصفون على ش طولت في هذه النقطة خطر الإنسان وقتش يضعف في المصائب وقتش أمذن من المر يضعف ما تغليف لس المصيف يضعف مم صلاته مش من الخشوع يقول الله أكبر وتبدلهم لا 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 ينساش حل صلها ثلث ركحات ولا ربعة وعرة وعرة بزاف مش حاجة سهلة إذا كذا والإنسان الإنسان علشه ربي قال في صورة النساء قال وخلق الإنسان ضعيفة وكان عجولة في صورة النساء الآية 29 ربي قال وخلق الإنسان وضعيفة وكان عجولة يستعجل يستعجل كل شي لازم حتى يدير الدعاء يتمنى لازم يقبل ربي ثم ثم والإنسان كي يرجع للدين يقول بالإله لن تدعو سلام أربي قال وقال ربكم دعوني أستجيب لكم وفي صورة البقرة الآية 186 وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الدعاء إذا دعان إذا حققنا شروط استجابة الدعاء ربي وعد وعده الحق ولكن من ماذا يقبل ماذا يقبل ثم ثم ممكن تم ثم ربي يقبل إما يؤجل الاستجابة من ميكفغا بعد سمانة بعد شهر بعد عامين ميديوس الخرض لوانيس كي يجي الخير وقته إما يرجع الاستجابة إلى يوم القيامة الأخيرة والناس يتمنى ويقول لو كان علي بلنا هكذا لو كان مقبل شكار ربي دعوة هذه كتاعة الدنيا لأنها مدخرة للآخرة والآخرة هي الصح لازم احنا عندنا إسلام والله يساعدنا يخوتي وقتا نعرف أنه يعمل عندنا كي نشوف واحد ما عنده ولو لا يؤمن بالآخرة حالا بل يعيش يقول يشرب ويرقد ويموت بالنسبة إليه الحياة هنا في كفاة دونيث ولاش لاخرث ولاش الجنث ولاش ولو مشكلة كبيرة لذلك في أحاديث كثيرة نبع صلى الله عليه وسلم يقول من كان يؤمن بالله واليوم الآخر من كان يؤمن بالله واليوم الآخر وفي آخر ما أنزل في القرآن الآية ميتين واحد وثمانين من سورة البقرة الربند واتقوا يوما هذاك اليوم جاي جاي أتى أمر الله فلا استعجله واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون اطمئن معاشر البشر إذا جربتم مرارة الظلم في الحياة الدنيا اطمئن فلا ظلم عند الله أربدي قر كولي هناك زراعة في غلث أينك زراعة دنيا في غلث في لاخر تعالوا إخواني الكرام ندروا رحلة هذا الإنسان في القرآن رحلة الإنسان في القرآن بدنا بالخلق إذن من الخالق هو الله من الخالق هو الله جل جلاله ولكن حبس إذا آمن بأن الله هو الخالق هل يكفي هذا هذه مسألة مشتركة بين جميع البشرة كل الناس يعرفوا باللي كاين كرياتور كاين هنسميوها الله الأخرين يسموها قوة وراء وراء الطبيعة على باله بلي هو لم يخلق نفسه على باله هذه تسمى منطقة التعقل منطقة التعقل منطقة اتفاق بين جميع البشر كيشغل ذلك سمحولي ران أنا في الجامع نسمعوا واحد في الباب سمحولي حنا رميحين في الجامع نسمعوا طرق بالباب كلنا متفقون كين واحد ره مر الباب هذه اسمها منطقة التعقل متفقين جاء اسمعنا جاء نروح المنطقة الثانية من الطارق شكل ره وراء الباب هلنا نختلف جاء كل واحد واشي كل وطبيعي أن نختلف ولما نمخلف عادي خطر نتخيل انتقلنا من منطقة التعقل إلى منطقة التخيل يلا نختلف اختلافنا مشروع في الدائرة الثانية في الدائرة الأولى اتفاقنا اتفاقنا مشروع خطر منطقة التعقل امث الثغام شفيتوا على هذه شو عليها نروح الخلق جميع البشر يقر باللي هناك خالق أنا مخلوق إذن هناك خالق فقسمس منطقة التعقل ولا شو دي خلق نيمانيس ولا شو دي سنلف نيمانيس جميع البشر متفق متفقون يلا السؤال من الخالق هنا نختلف لذلك في الجاهلية كان يقول كلات العزة قوبل هوبل كان يعبد الشمس لماذا كثرة عباد المخلوقات للمجوس المجوس عباد النار الصابئة عباد الكواكب العباد الأصنام وكذي عبد النظرة كل يونن دي برونشي وطبيعية ولكن حبس بعد ما نطق الله عن طريق رسوله إش قاعد يمشقعان أشو غدينا إناد ذنسي ذي الخالق قل هو الله أحد وإش قاعدك للأنبياء كما في صورة الأنبياء الآية 25 وما عفوا أدوكم الصلاح منكم إن هذا ربي سبحانه صورة الأنبياء الآية 25 وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي يوحى إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون ربي إش قاعد يمشقعان ينا يسم أسيني ميث خلقيف باللي ربي ونوري سعشري المسألة محسومة نعود إلى الطرق هناك طارق من الطارق كليون شو يتخيل وإذا نطق الطارق أديني أنا فلان أنا فلان انتهى الإشكال أنه يغيسن الإشكال هذاك هو اللي ينطق ممكن يجيك واحد للدار تقوله شكون ولا يتصل بك بالتليفون تقوله شكون كي يقولك أنا فلان خلاص لازم هو يقول فإذا نطق الطارق زال الاختلاف كيف كيف وإذا نطق الخالق يزول الاختلاف ولكن ربنا جل جلاله أعطى الجواب عن طريق الأنبياء والمرسلين إيش قعد الأنبياء المرسلين إسلامي صورة الأنبياء اللي 25 وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فعبدون هذا هو الإنسان القرآن وره طريق وره طريق للإنسان ولكن طريق الخير وطريق وحدة أخرى طريق الهدى وطريق وحدة أخرى كل وحد يتحمل مسؤوليته نرجع إلى صورة الإنسان الآية الأولى هل أتى على الإنسان يحين من الدهر لم يكن شيء مذكور الآية الثالثة إِنَّا هَدَيْنَاهُ السَّبِيلَ إِمَّا شَاكِرًا وَإِمَّا كَفُورًا أي أخرى شبيهة وَهَدَيْنَاهُ النَّجْدَيْنَ وَنِيْفْغَا نَفْرِذْ الْهِدَايَةِ أَفْرِذْنَ النُّورَ أَفْرِذْنَ تَفَثَ ثَّيَعِنَا رَبِّي وَنِيْفْغَا نَفْرِذْ وَأَيُضْ يَتْحَمَّلْ مِسْؤُولِيتُ لذلك الإنسان العاقل يميز بعقله بين الخير والشر بين الهدى والظلال بين النور والظلام يتحمل مسؤوليته أَرَبِّيْ سُلْحَانُهُ فكَلَيْا عَقْلِيْو مِذَان باش هذا فرق هذا ميز ير أفرِذن طاعة أَوْ كُذُو فرِذْ وَأَيُضْ أَفْرِذْ الْهُدَى تَكِمْ سَأْلَ مُهِمَّةَ جِدًا ذلك القرآن الكريم إِوُلْهَاغ باش نفعه فرِذٍ عَالِي إِنَّا يَغِيد وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيْمًا فَاتَّبِعُوهَ كَمَّل وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيلِهِ القرآن إِنْ جَرْدَا ذْرِذِي وَمِذَانِ وَمِقَارْنِسْتِقْفَيْلِيثِ أَذْرِذٍ سَلَامًا وُثْكِينْ دَامًا هاي طريق السلامة وأن هذا صيراتي مستقيما فَاتَّبِعُوهَ كَيْنْ أَيَا شَبِيهَةِ في صورة الجاثية الآية 18 ثُمَ جَعَلْنَكَ عَلَى شَرِيْعَةِمْ الْأَمْرِ فَاتَّبِعَهَا ذِهِين بدي أظرف السيرات إِنَ اتْفَتَّبِعُوهَ ذَكِي فِالشَّرِيْعَةِ إِنَ اتْفَتَّبِعْهَا وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَا الَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ صورة الجاثية الآية 18 وإحنا في صورة الفاتيحة واش نقوله في كل ركعة اهدنا الصراط المستقيم الشيخ شعراء والله رحمه وعطى واحد المثال رائع قال يكون واحد يروح في المدينة اللي ما يعرفهاش تقوله أنا حبيت مثلا نروح المسجد ببكر الصديق الناصرية كذا يعني يقول لك شوف روح هكذا اليمين الياسار طلع هبط حتى توصل وتروح يتوصل في الوقت يتوصل الروطار يا ما تلحقش كي الناس يروحوا ما يلحقوش الأماكن معينة يقولك هذه هداية الدلالة يوريلك عن بعد روحك 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 انت سمعت له تمشي ممكن ما تلحقش ولا تلحق روطار ما تكونش مطمئن لكان يجي هذك الإنسان يقول لك هات يدك نوصلك حتى الجامعة تكون مرتاح ولا لا لا تقول الحمد لله عندك إنسان يوصلك حتى الماء هذا إنسان لذلك الشيخ شعره الله يرحمه قال كالهداية هدايتان كإن هداية الدلالة هذه تدل كما لبلك اللافتات المبينة للطرقات هذا ما كان تروح للصحراء تمشي لغوات مش عارفية تروح لتندوف تمراسلت وتمشي أنت وظهرك ولكن كين هداية أخرى اسمها هداية التوفيق والمعونة قال كحنا كين طلبوا هذك هذين صراط المستقيم هذك نقصدوا بها هذي الثانية أما الأولى أعطاها ربي لجميع الناس أعطاها ربي لجميع الناس أما الثانية يعطيها ربي سبحانه للمؤمنين الطالبين الداعين لكثر من الدعاء اهدنا الصراط المستقيم كمل صراط الذين أنعمت عليهم يا عجيب صوت الفاتحة الفاتحة عندها أسماء عونوني برك ما هي أسماء الفاتحة؟ الأسم الأول الفاتحة فاتحة الكتاب زيده المنجية زيده السبع المثاني زيده أم الكتاب زيده الشافية زيده الوافية زيده الكافية زيده الصلاة من أسماء الفاتحة الصلاة صورة الفاتحة تقرأ في كل ركعة ولن نمل استمح لكم قصيدة شعرية أو لك كلم البشر لا يمكن أن نكره باستمرار نقرت تعيش تسعين سنة وانت تصلي وفي كل ركعات قل اهدنا الصراط المستقيم عادي وانت ركفر حال بصورة الفاتحة بسم الله ومشاهله ولكن حبس صراط الذين أنعمت عليهم وحد ملخص مركز من هم الذين أنعم الله عليهم اسقرار بهذو يا أفريذ المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم أن وفينا ما ربي سبحانه وقذ يسعدهم أما الساد سن وقذ ربي ند أنعمت عليهم من هم هؤلاء أربع أصناف شكون هما أيها في صورة النساء الآية تسعة وستين شفو عليها هذه تهمون جميعا الآية تسعة وستين من صورة النساء من النبيين صفوة الخلق والصديقين كمل والشهداء كمل والصالحين بعد ربي قال وحسن أولئك رفيقا يا سعد اللي كن عنده هذه هما الرفاق نتعو ذي رفيقني مسألة كبيرة وربنا من المؤمنين رجال صورة الأحزاب الآية ثلاثة وعشرين من المؤمنين رجال قل كان سبحان الله إذن بعد يبقى التنافس وفي ذلك فليتنافس المتنافسون ما شمعت الخير المسألة ما شيء بسيط الله لو كان يأتي واحد يقول لك شوف دير قيام الليل ست شهور نعطيه لك افتروا افتروا بارك الله فيك الشيخ افتروا في البطمة ديزيام يطعج لو كان نقول لك شوف دير قيام عام كامل يكون عندك افتروا ديزيام ميطاج تقول ندير قيام عادي عام كما قال الشيخ ليل ونهار لو كان يقول لك شوف دير عامين يعطيه لك فيلا في الأرض عندها بحيرة ديزيام وزيتون الفير اذن خمسة سنين ندير قيام على جال فيلا والله غير الميزان ارب يسترنا وخلاص هوجن وانت بان افتروا وانت بان افساك وانت بان الفيلا معنى الجنة سلعة الله غالية وفي الحديث القدسي اعددت لعباد الصالحين ما لا عين رأت ولا اذن سمعت ولا خطر على قلب ببشر لذلك افتروا 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 كما يجيبو لكواحد تصلي عليه نصلي عليه وصلينا على الناس ما يصليوش كما راكم تشاهدوا صلينا على الناس ما يصليوش شوف الغفلة ربي قال في صورة الأعراف الآية ميتين وخمسة ولا تكن من الغافلين خطر الغفلة أسوي ذا فيس أتغرد دنيف يقرس مزل الحال المدوس الموث أتاوي لا إله إلا محمد رسول الله لأنه وياض بسم الله ما شاء الله يحكيوا عليهم يقول لك الفلاني توضى وصل للعيشة وارقد وبعدين كذا عطماش تعليل سمعنا شوية حركة ووصلنا رقيناه دايم الله مت بالوضو مت بالصلاة يلمت ساجد يلمت القرآن يلمت ملبي يقول لبيك اللهم لبيك ومات وكلمة في الطواف في الطواف يدير الطواف حول الكعبة المشرفة ويأتيه الأجل ولا حول ولا قوة البناء هذه النهايات المبشرة السعيدة ثم ديثي صفرحا رجال ربي ثم ديثنا مرة ثم ديثي صفرحا النهايات الطيبة المفرحة السعيدة لا يكن دا غلنت النهايات لا إله إلا الله محمد رسول الله نهايات حزينة كئيبة نسأل الله العفو العافية إذن هذا هو الإنسان ربي سبحانه بغاله الخير أهده إلى الصراط المستقيم عرف له ربي خطر الإنسان يعرف كله وما يعرفش ربي وش يعرف وعلم بكم كينليزيو يقول لك أنا عندي العلوم الجيولوجي الأسترونومي العلوم يقرأ ثقافة عالية ربي ما يعرفوش ديشوك السنيون المجي إذن ربي سبحانه إن جرغ دفريذ من السلامة والفكين داما إند في صورة البقرة الآية ميتين وخمسة وخمسين صورة آية الكرسي الله لا إله إلا هو الحي القيوم إلى آخر الآية وبعد الآية التي بعدها ميتين وستة وخمسين لا إكره في الدين قد تبين الرشد من الغي فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله وش ما النتيجة فقد استمسك بالعروة الوثقة لن في صام لها سلك بعد يند الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور يا سعد المؤمنين ربي رأي يقول اخرجهم من الظلمات يديهم إلى النور إذن شفتوا النعمة راحنا فيها يا أخوتي ربي يعلم أذكر هذا أذكر نفسي وأذكر إخواني فقط باش نتمتع بهذه النعمة لكي نكون من الشاكرين ربي قال في صورة الذاريات الآية خمسة وخمسين وذكر فإن الذكر تنفعوا المؤمنين وعلى بل كما المؤمنين تنفعوا واحد آخر ما تنفعوش واحد آخر ما تنفعوش شو تقول لها نعمة الله نعمة عظيمة نعمة الإيمان نعمة عظيمة عظيمة جدا جدا إذن القرآن ينجر كمل المسألة الثانية قال لك ما تشغل الإيمان زد عبد ربي لازم تصلي ما تقولش أنا تخصني غير صلاة يا أخي عندنا هذا الكاليتي تعرفوهم عندنا في العائلة انتوعنا في المعارف قولك أنا مؤمن قلبين ضيف تخصني غير صلاة والزكاة العشور ورمضان والحج الحج غادي ليقدر له هو بالنسبة لها غاية يقول لك أنا قلبي مليح نحب الفقرة نعاون المغاب ونخدم لخير العمل عبادة زيد كمل والخرين ورهم صلاة هذه مشكلة ربي قال أقيموا الصلاة وآتوا الزكاة صلاة عماد الدين في حديث ابن عمر بني الإسلام على خمس بعد التوحيد لا إلى الله محمد رسول الله صلاة صلاة وبعدين العشور الزكاة وبعدين الرمضان وبعدين الحج ليقدر له الاستطاعة الحكمية والمادية والبدنية بجميع انواع الاستطاعات اتفقنا إذا نعبده ربي إياك نعبده بعد وإياك نستعين طيب في صورة الحجر عندها 99 آية آخر آية تعرف ما قال ربي في آخر الصورة الآية الأخيرة الآية راقم 99 وعبد ربك حتى يأتيك اليقين كنقر الأهدي نقول سبحان الله هي الآية الأخيرة الآية 99 آبد ربي آبد ربي المدس الموث آبد ربي المثموث لذلك لا مبررة لترك الصلاة لا ستستطيع مني صلي قائما الظل سيبدي فإذا لم تستطيع فجالس فقاعدا صلي على الكرسي صلي فوق الحجر صلي صلي هكذا في الأرض زيد إذا لم تستطيع فعلها جنب جنب الأيمن الأيصر الظال كان لم تستطيع للماء لم يكن الماء ولا ركب مريض لم تستطيع فتيمم فتيمم صعيدا طيبة هاي فرات إذا لم يكن عذر نفتح قوس بعض الناس كي مرضو ما يصل لي ما نشعرف من يجابوها كين الناس صرتوا كيد خلص بيطر يا حاصر يدخل سبيطر يلقى هذا السبع يقول سبيطر وما كاش كيف وداروا لسير ومو القبل ولا من يعرف القبل والراه أدي يفوك السباث أكين من المفغ سبيطر أدغار ما كثير ظلين صح كين خرج من سبيطر نعوض عشرين يوم ولا شهر ولا وشهر يح سبيطر ما علي بريش مسكين بلي ممكن سبيطر لهذه القبر والله لا ندري مرة في واحد المستشفى زورتهم وقيتها الظاهرة عندها سنوات على كل حال بعد سألتهم يا دراء كيف أصلا تنتعكم بالإجماعة كانوا ثمانية ولا تسعة قال كيف ما نصلي وشه كين وليوا الدار قلتوا مجمعات الخير ما ينفع واحد قال كيف نمس الرمو والقبلة والماء دفهم يكون الماء هذه كلها أسباب بعد في الدرس الذي يجاق واتم يروح للإسبيطر يدي معه الحجر ليس تفاح برك يدي تفاح وزيد الحجر أظر حجرة صغيرة حطها تحت الوسادة وتيمم وتصلي ويا سعدك لكل صلاة تيم وفرد وصلي ولكن كما قلنا بجميع الهيئات الممكنات أربينا سلمسي الآية في صورة النساء يريد الآية 29 يريد الله أن يخفف عنكم وخلق الإنسان ضعيف الإنسان سوف الإنسان ضعيف الآن كن كن في القوة تاعنا بسم الله ما شاء الله ولا لا كن مرض يا حسر لذلك إلا قام بروفيتي تزمر النار أكون يفكر ربي تزمر تزمر النار لازم الإنسان يخي يقولك بكري يا صغري خدم على كبري ويا كبري خدم على قبري هي في الحقيقة ما شي هكذا لازم نقول ويا صغري خدم على كبري وعلى قبري ما شك 95 سنة بعدين تبدأ تعوض ديجا ما تقدرش تقوم ليلة مليح وما تقدرش رأك كبير في العمر حتى رمضان ما تقدرش تصوم وتقولي من أصحاب الأعذار وبعدين تفدي صيامك يا أخي على بلكم الإنسان يكون يصوم 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 رمضان إيه أنت تقول رمضان وما زيد تصوم خلاص لأنك مأرض لذلك نغتنم هذه الصحة والخطة مجخصة للشباب الإسلام لا يمنعك باشتعيش الشباب من تاك في المباحات وغد وكي تكبر تكون سعيدا جدا وأنت تتذكر الذكريات قلبك معلق بالمساجد شاب نشأ في عبادة طاعة الله يا ساذك أتفر حظ بسم الله ما شاء الله أصنض في الزغط الزلي في ثلاث سنين في عشر سنين في ثلاث سنة ما تشي بديت صلاة واحد وستين بديت نصلي بزا فعليك عندي كروطار كبير عوض أربي على كل شي قدير يكتب لك إن شاء الله حسن الخاتمة ونسألها الله عز وجل تلك الخاتمة الحسنة جميعاً إذن القرآن ما خلش الإنسان يضيع قالوا عبد ربي اسمعت الآيات وعبد ربك حتى يأتي ياك اليقين صورة الحجر الآية 99 إياك نعبد وإياك نستعين والآية ذكرنا قبل حين صورة الأنبياء 25 وما أرسلنا من قبلك من رسول إنه لا إله إلا أنا فاعبدون صورة الأنبياء 92 إن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاعبدون آيات لعبادة هذا القرآن زيد الجانب الآخر القرآن قال لك حبس لازم تطبق الشريعة الشريعة هذه معنتها كين لحلال كين لحرام ربي قال في صورتي مثلا اسمعنا الآية صورة الجاثية ثم جعلنا كعلى الشريعة من أمري فالتبع ثلاثة شرعيف ثلاثة شرعيف إلى الحلال إلى الحرام واحد يدخل السوق لا يجوز بشي يكذب في السوق ولا يدرب الغش التدليس كل المعاملات لعقود الغرر سيدنا عمر يقول لك من لا يعرف فقهنا لا يدخل أسواقنا أسواقنا لا يدخل يدخل السوق يكذب كونتور تعطي موبيل مشت بلك 400 ألف يرجعها 20 ألف يقول كانت سير كال السيارة كانت سير كال كانت في القاراج يقول لك كونتور هذا كما دير فيها وقد يجيك الرقادي يجيك نعاس والله ربي بعد علينا هذا البلاء والله ربي يهدي ما خلق هذا واش نقول واش يصر الآن جدار الثقة ينهار بين الناس عند تخلف الصدق في المعاملة ما لو لاش في ذات ذي تجارة ذي السواق اترح الثقة يريم ذا يقول كثقة في الوثيقة ولا لا لا حتى في الوثيقة وما كاش ثقة ولا لا تكر واحد حانوت عامين بالكاغط يخرج لك طريق واش تدير له طرح جستيس وبعدين تدخل في الرواق المحكمة انتو ظهرك وقت يش تخرج إذن ثقة في الوثيقة ولا غير ثقة في حاجة وراء ثقة صح الوثيقة تعاون يقينا ولكن المعاملات أصلا تتم بالألفاظ بالكلمات ربي قال في صورة قاف الآية الثمنطاش ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب بالكلام بالسان بسم الله ما شاء الله هم همش أنبياء عادي بشر ولكن بسم الله ما شاء الله رجال بارك الله فيك وضرك يا شيخ بالكواغط ومسلك ناش بالكواغط ومسلك ناش انهيار القيم لفالور رزنت مشي وكلان نيأس نحن حينما نقول هذا الكلام نبين مواطن الخلل في حياتنا فقط ولكن أمة لا تيأس لأن الأمة أمة مرحومة مدى من بأسة السلام يناد أمتي أمة مرحومة إذن نصدق النبي صلى الله عليه وسلم إيه صرع واشي صرع لا نيأس وانت سيسارة أنت في كندي يا ربي ومازال خير ذي الأمة ما لابد من تنبيه إلى مواطن الخلل في حياتنا بين القوسين المعاملات موجودة في الشريعة موجودة في القرآن نعطيكم على سبيل المثال الآية وحد وعشرين من سورة النساء أقول الأرقام بلما نقرر الآيات إلى بعض الآيات الآية وحد وعشرين من سورة النساء قبل ذلك الآية السابعة من سورة النساء الآية 12 الآية 13 الآية 176 وبعدين نروحوا لسورة البقرة الآية 231 الآية 275 هذه كلها مع الإنسان الآية 275 عن الربا أربي قال وحل الله البيعة وحرم الربا الربا ذا الحرام شكو اللي قال هذا أربي البارح قرنا وحد المقال كتبه أحد علماء الدنيا في الاقتصاد قال لك لابد أن تنقص نسبة الفائدة إلى 0% سقال الاقتصاد العالمي على خطر كبير الإيكونوميا في مونديال يروح لكسنت أي غرب الربا الربا جميع الأزمات التي حصلت في دنيا الناس الربا عامل من عواملها الأزمة الاقتصادية العالمية كريز إيكونوميك 1929 أزمة مشغورة من أسبابها الربا كين عوامل أخرى الأزمة المالية العالمية 2008 من أسبابها الربا إذن الربا يصنع الأزمات يدمر القيم يدمر القيم يشتت الجماعات هذا الربا هو ربي قال قال لك بعده من الربا الربا حرام هو اللي قال سمعت الآية 275 من صورة البقرة وأحل الله البيع وحرم الربا الآية 280 دخلت في القرغ يا الله تسلف الواحد دراهم لازم يرجعهم لك كما تفاهمتوا وكي يجي الوقت وما يقدرش يجي لعندك يقول لك اسمح لي ما نسيتكش ما نقدرش زيد لي شهر أنت تزيد له شهرين أربي اللي قال هاك وش قدرت وإن كان ذو عسرة فناظرة إلى ميسرة ميسرة قراءة هاو ربي أرشادك شقر مثر ذرمي يسد الوقت بشد ذرمي مريز مرال سوسع في الله ربي سوسع في الله هذه في القرآن الآية 280 من صورة البقرة وسع والدين ينتهي إما بالوفاء يخلص إما بالإرجاء يعني التأجيل شهر 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 عام عام إما بالإبراء تقول سمح سمح سمحت لك فرد سمح الورب يسمح لك عليش احنا جدادنا يدفنوا واحد ينطق واحد يقول معنى العائلة وقفة بسم الله ما شاء الله وكان يسمح له ثمثم يقول سمح مثال له عشرين مليون سمحت له وفرد على نفس المؤمن معلقة بدينه حتى يقضى عنه بسم الله ما شاء الله هذه الشريعة شفتوا الآيات 280 سمعتها اللي بعدها 281 هضرت عليه يوم الدين قرناها قبلة واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله ثم توفكوا لنفس ما كسبتهم لا يظلمون زيد الآية لي بعدها في المعاملات أطول آية في القرآن الآية 282 من سورة البقرة هو تقول الإنسان يا أيها الذين أمنوا إذا تدينتم بدين إجراء من اسم تكتبوه فيها التوثيق ديون فيها الإشهاد حفظا للحقوق فيها الرهن الرهن فيها التجارة هذه كلها في آية واحدة إيوث اللاية تسمى قرآن سينكو قغزيف ذي القرآن ساقي الآية 282 من سورة البقرة ما تفهمين وبعد تأتي الآية الأخيرة تعد دعاء ربنا لا تؤخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمينا هذا قرآن والله هذا قرآن عجيب ما تفهمين هذه كلها في المعاملات وكان آيات كثيرة نروح للمستوى الأخير صفي الإيمان خلاص عرفنا ربي عرفنا طريق العبادة خلاص وعبد ربك حتى يأتيك اليقين الشريعة الزابطة لحركة الإنسان في الحياة في جميع المجالات وين حبيت كين شرع الأخيرة الأخلاق هذه وعرة ثانية أو القرآن رح يقول ما تنسوش بللازم يكون عندكم أخلاق مليحة هذه وعرة ولكن اجتهدوا شوية شوية كي يقول لا تدخلوا بيوتا غير بيوتكم حتى تستأنسوا تفاصيلة وتسلموا على أهلها مشي أخلاق هذه قل لا لا يجي واحد يزورك على الزوجة تعصبح انت تنظخ العان خير ان شاء الله وإن شاء الله يقول لك جيتنا نقصر عان نقصر شوية توحشتك يا صيانو القلب انت يقرب يحبسيها ما زي القلب يحب يسهولي إنه أعقاي سوال انت يليف هناك في أي وقت في أي وقت قالوا أليس كذلك ورهي حتى تستأنسوا هذه قمة الأخلاق معنى خمم هل الوقت مناسب ولا ماشي مناسب وضركوا الان تليفون وما يرعوش أوقات الصلاوات إلى من رحمه ربي بل الجمعة يتصل بك بل الجمعة على بلهم قاعد الناس بل يعلي وحدها الناس دقل في الجمعة الواحدة وعشرة يتصل بالشيخ عبد الرحمن ولا بالشيخ على بل الشيخ رفل من بر رفل لازم ورها المخ لماذا لا نفكر حتى تستأنسوا فقالوا الحذاقة قالوا استعرفت الذوق الذوق إذن هذه موجود الأذواء هذه في القرآن الكريمة حتى تستأنسوا وتسلموا على أليه وبعدين يلي كان يقول لك ارجعوا هذه وعرة وإن قيل لكم ارجعوا فارجعوا كمل هو أزكى لكم نروح نوويك سي جمال أنا وصل وحد نزوره يا إما انطبطبو ما يرجعش حتى نعيو ونوليو لو كان يكون عنده الكوراج يقول ما نستقبلكم ارجعوا طبق القرآن وإن قيل لكم ارجعوا فارجعوا ذلك أنا وخي جمال صديب بل كان نقول كيف يقول ارجعوا ما قادرناش وجمال يذكرني بالآية يقول حبس ربي قال وإن قيل لكم ارجعوا فارجعوا هو أزكالكم يداوينا خطر لكي ترجع لازم جبر الخواتر شي سهلا ونلتمس له أعذانا بلك عنده ضياف بلك عنده مريض بلك ما لك عارفين هذا خون شوف النيفو طلع المستوى من الصدق في المعاملة الإنسانية عليكم الإنسان في القرآن ليقرأ القرآن ويفهم بالإنسان يرتقي في مدارج الكمال البشاري طلع 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 ذلك الأخلاق وعلى النبي صلى الله عليه وسلم دحو الله بالأخلاق وإنك لعلى خلق عظيم أخلاق أربي اشكره اشكر فيديس الأخلاق وانسي الند إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق في رواية أخرى للبخاري في الأدب المفرد إنما بعثت لأتمم صالح الأخلاق الحياء لحية إلى هنا تستحن قال نصدقبالي يقنال النس يلدي يميس يقنال النس يلدي يميس وانراه موجودة او لا في الفيسبوك موجودة او لا كالناس يطعنوا في الناس وكاله لاحق الأخويا لاحق الحياء النبي صلى الله عليه وسلم الحياء خير كله في رواية الحياء لا يأتي إلا بخير لا واجأت وإحدهما تمشي على استحياء إذن هذه كلها ورجل تستحي من الملائكة سيدنا عثمان لا لا إلا محمد رسول الله الكرم الكرم فك خلق لماذا حاتم الطائي عاش في الجاهلية لم يدرك الإسلام ولكن إلى الآن نذكره ونربطه نربط اسمه بالكرم قيمة من القيم رفعت قدراه عند الناس يذكر بها أدنظ حاتم الطائي يتوسن ذكر من إنسان كريم ينفق وربي سبحانه يتقال في صورة الحديد الآية السبعة وأنفقوا هذا خلق وأنفقوا فضلا على أنه حكم شرعي هو أيضا خلق وأنفقوا مما جعلكم مستخلفين فيه إذن الأخلق هذه مهمة ومهمة جدا القرآن الكريم يبني هذا الإنسان بنا متوازن ممكن يغلطه فرض الإنسان ذار فيها العجب اغلطوا عصا ربي إذنه يا عصا ربي القرآن سقار قول يا عبادي الذين أصرفوا على أنفسهم لا تقناطوا من رحمة الله ربي غير الهان قولت سيستي الرحمن ربي إن الله يغفر الذنوب جميعا بلا استثناء إنه هو الغفور الرحيم شكتوا القرآن كيف يزرع الأمل في قلوب باللذين سرفوا على أنفسهم بالمعاصي والأثام وقال ظلمني ما ننس نغلظا نشضا يا خي قارن ستقبل أربي عفو إغفر إيوين شضن نوخر على بلكم أجدادون شاطرين يسمعوا المشيخ الشريعة يقولوها في شكل حكم إما بالدرجة العربية ولا بالقبيلية المهم أن الناس تفهم الموقع أربي عفو إغفر إيوين الشضن وخر فرق وحد نحن ربي سبحانه يزرع الأمل في قلوب الأوسع وإنه قرارا أي سلسير رحمة ربي خاطئ عفى الله عما سلف إذي إذن الأخلاق القرآنية راهي مبثوثة في الوحي الطاهر نبينا صلى الله عليه وسلم تمثلها في سيرته العاطرة كما قالت أمنا عائشة رضي الله عنها حينما سألها هشام بن حكيم صحابي الجليل سألها عن أخلاقه صلى الله عليه وسلم فأجابت قائلة كان خلقه القرآن ثلاثين سلاثين كان خلقه القرآن هل نرتقي إلى أخلاق القرآن إذن هذا هو الإنسان هذا هو القرآن الذي يأخذ بيد الإنسان إلى إن شاء الله الطريق الخير وربنا في صورة الإسراء الآية التاسعة إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوى أستغفر الله عليكم جاء الله السلام عليكم ورحمة الله ترجمة نانسي قنقر